أعطيكم العافية طلاب وطالبات الجامعة العربية العربية الأمريكية هذا النوترشن سايمنت بيحكي لي بهذا النوترشن بكل عن اوضر ويت فيميل بيشن سافرينج فرم هايبر ليبيديميا از ادمتد تو خوص بتا يو اوردر بلات تس تو تشيك ذا سيروم لبيد بروفاي بليس انصر ذا فالوي قولك في واحدة عندها سمنة عندها وزن زائد راحت دخلت على المستشفى قستلها دم انتي قديش شوف مشان شوف مستوى الدهون جاوب على السئلة التالية طلع هون قديش بتتوقع يكون مستويات الدهون اللي موجودة اول اشي مستوى الدهون الاول اللي ممكن نلاكيه هو عبارة عن الهاي الديال والثاني هو عبارة عن الهاي كوليسترول ليفل طيب الثاني يا جماعة شو هو الثاني بكل شو بتقدمنا النصيحة عنها توكل هاي الحج هاي اذا شو نها توكل او شو نوع الغذاء اللي بده تاخده مشان تقلل مستوى الدهون شو بتاع شو بنصحه انه تاخذ اول شغله تاخذ نظام غذائي خضري وانساتوريتد فايت اويل ليش فيجتيرنيان دايت وليش انساتوريتد فايت لانه الانساتوريتد فايت بروتكت فروم كارديو فاسكولار ديزيز تمام وبتقدر تكتب لانه فيجتيرين دايت تمام ما بتحتوى على كالوري كثيرة وبتكون بحرق الدهون اللي موجودة في الجسم طيب السؤال اللي بعدية جماعة كديش لازم تاخذ كمية دهون اذا كانت مستوى الدهون اللي لها او خلينا نكون مستوى الكالوري اللي لها الطاقة اللي لازم تاخذها في الساعة في اليوم هو 2500 كالوري في ايش بالسلايد في شابتر اثنين بيقول ما يلي شو بيقول يا جماعة بيقول انه لما بيكون الشخص ناصح او عنده سمنة ممنوع ياخذ اكثر من 10% من كمية الكالوري اللي له يعني يساوي 2500 ضرب 10 على 100 ويساوي 250 كالوري بس هون انا اوجد الكالوري هو اللي اكم كدهش لازم تاخذ ايش من الدهون فالماس اف لبيد او ماس اف فات 250 على 9 شو هي التسعة اللي هو جرام عفوا 9 كالوري لكل جرام بيطلع الدهون كل جرام من الدهون بيطلع 9 كالوري فبقسم 250 على 9 فلازم هي تاخذ 27.8 جرام افات بردي يعني لازم تاخذ 27.8 جرام من الدهون يوميا هذا السؤال الثالث السؤال الرابع اللي لها بيحكي what is the main advice you may provide to the patient about the amount of cholesterol she can get every day في عندي اخر اشي هاي في السلايد او اخر السلايدات اللي في شبتر اثنين بتقول مش لازم المريض اللي عنده سمني يوخذ اكثر من 300 ميلي جرام كل يوم من الدهون مشان يحافظ على الكوليسترول او مش لازم يوخذ من الكوليسترول اكثر من 300 ميلي جرام بردي تمام فهذا هو الاجوب الى الاسايمنت هاي يعطيكم الفعافية شاركوها لانه في بكرة نأس عندهم تسليم وحين اتأخرنا تماناها وصلتنا للشابتر فبتمنى انكم تسامحوني اول اشي وتشاركوها ثاني اشي مشان توصل للطلاب والسلام عليكم